سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قال أبو ذر ثم أي قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قال كم بينهما قال أربعون سنة أربعين سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى أسس على قواعد إبراهيم عليه السلام على التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى اليهود دائما ما يتحدثون عن هذه النقطة ويقولون إن لنا حقا تاريخيا في المسجد الأقصى وإن سيدنا سليمان عليه السلام بنى هيكل هل بنى سليمان هيكلا؟ ما بنى سليمان هيكلا ولا بنى معبدا وإنما بنى المسجد الأقصى قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس يسأل الله ثلاثا يبقى هنا الحديث بيقول لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس يبقى سليمان بناش هيكل ولا بنى معبد لليهود وما كان سليمان إلا على الإسلام إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يسعدنا أن يكون في هذه الفقرة التاريخية في هذا اليوم المفتوح فضيلة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديم المتخصص في التاريخ الإسلامي مرحبا دكتورنا الحبيب سيد الحمد ربنا أمارك في حضرتك نورتنا وأسعدتنا ربنا أمارك في حضرتك واجزاكم الله خيرا على التلطية الجميلة لقضية فلسطين اللهم آمين دكتورنا الحبيب يعني اليهود يدعون أن لهم حقا تاريخيا في فلسطين الحبيب ما هي حقيقة هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وقعد كما تفضلت حضرتك أن اليهود يدعون دوا لأن لهم حقوق تاريخية في أرض فلسطين وفي أرض القدس ويدعون أن سليمان عليه السلام منهيكلا في هذا المكان لما بنتكلم عن الحق التاريخي نعم بنتكلم عن الحق التاريخي من جهتين لو بنتكلم من الناحية الدينية سنثبت الآن بأن القدس هي ميراث إسلامي خالص للمسلمين نعم أو هنتكلم من ناحية الجنس جنس للبشر يعني العرب أو اليهود فهنقول أن العرب هم أول من دخلوا أرض فلسطين وأول من عمروا مدينة القدس المباركة يعني عن ناحيتين سواء أنا بتكلم عن الجهة الدينية فأهل الإسلام هم أصحاب فلسطين أحسن وإذا تكلمنا عن ناحية الجنس فالعرب هم الذين عمروا فلسطين أول من دخل مدينة القدس وفلسطين نصفها عامة العرب اليابوسيون العرب اليابوسيون هؤلاء بطن من العرب الكنعانيين نعم الكلام ده كان تقريبا قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام احنا بنكلم في مرحلة ما قبل الميلاد نعم بثلاث تلاف عام تقريبا ولذلك كانت فلسطين تسمى بأرض كنعان وهذه لا خلاف عليها أرض كنعان نسبة إلى العرب الكنعانيين نعم وكانت تسمى ساليم أو شاليم نسبة أيضا إلى بعض من حكموا من العرب هذه البلاد وكانت تسمى في بعض الأوقات يابوس نسبة إلى العرب اليابوسيين فمن ناحية الجنس العرب أول من دخلوا مدينة القدس وأول من دخلوا أرض فلسطين طيب من الناحية الدينية سنة 1800 قبل الميلاد تقريبا احنا التاريخ اللي قبل الميلاد بنقول تقريبا دخل إبراهيم عليه السلام أرض فلسطين ودخل إلى مدينة القدس نعم هذه دكتور اللي هي النقطة التي تحدث عنها القرآن عندما قاله ونجيناه ولوطن الأرض التي باركنا فيها لا دي بعدها دي بعدها سيدنا إبراهيم دخل أرض الشام عدة مرات نعم المرة الأولى اللي حدوزة دي أول مرة دي أول مرة اللي هي من أرض بابل من العراق من العراق إلى أرض الشام نعم هي دي ونجيناه ولوطن هذه المرة الأولى تمام ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وحدث ما حدث في مصر مع القدسة سارة وهاجر ارتحل من مصر إلى أين إلى فلسطين بالتحديد تحديداً تحديداً إلى أرض فلسطين طيب عفواً هو سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر من بابل فانأزل إلى مصر ثم الشام لا من بابل إلى الشام لأن هي الآية تدل ونجيناه ولوطن إلى الأرض التي باركنا فيها اللي هي أرض الشام نعم لم يمر على مصر في الرحلة الأولى ثم بعد ذلك جاء إلى مصر نعم ومن مصر عاد إلى فلسطين أقام في فلسطين ما شاء الله تعالى ثم حدث ما حدث من أمر يعني الغيرة التي دبت في قلب سارة فانتقل بهاجر إلى مكة المكرمة وأقام البيت بعد ذلك في إحدى الرحالات نعم إذن أول من دخل من الأنبياء من الكلام عن الحق بقى الديني الحق التاريخي من ناحية الجنس هذا أمر محسوم العرب أول من دخله نعم من ناحية الدينية أول من دخلها إبراهيم عليه السلام مكث فيها وعمرها وارتقل إلى مكة المكرمة وأصبحت هناك في رحلات لإبراهيم بين مكة وبين أرض فلسطين ومدينة القدس ثم بعد ذلك بننتقل إلى مرحلة بني إسرائيل مرحلة بني إسرائيل كويس أن حضرتك تكتب معنا عشان نراجع والمشاهدي أمركز في السرد نحن نذكره الآن نعم نعم مننتقل إلى عهد موسى عليه السلام أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يدخل الأرض المقدسة نعم طب من اللي كان موجود في الأرض المقدسة آه اللي هم العرب الكنعانيين اللي هم الجبارين لأنهم كانوا على الشرك آه يعني القوم الجبارين دول كانوا عرب كانوا عرب ما احنا قلنا الجبارين دول هم الكنعانيين عبدوا الأوثان وأشركوا آه فأمر الله تعالى موسى أن يدخل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة قصة معروفة وآيات مشهورة في سورة المائدة نعم واعتذر بني إسرائيل وقالوا لن ندخلها أبدا بداموا فيه هذا محكي إلى آخر الآيات ومات موسى عليه السلام بعد ذلك في فترة التيه ومات هارون في فترة التيه نعم لما حكم الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم يتيهون في الأرض أربعين سن فمات موسى عليه السلام ولم يدخل الأرض المقدسة ولكن من شدة تعلق قلب موسى عليه السلام بالأرض المقدسة سأل ربه تبارك وتعالى أن يخبض روحه بالقرب من الأرض المقدسة نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت ثم لا ريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر بقض رمية حجر مات موسى ومات هارون عليه السلام في فترة التيه فأرسل الله هنا دكتورنا الحبيب أيضا يعني موت موسى عليه السلام ودعاءه أن يقبضه الله عز وجل في هذا المكان وأن يستجيب الله له بيؤكد على حب موسى عليه السلام للمسجد الأقصى وكان حرصه على دخول المسجد الأقصى ومدينة القدس مدينة القدس نعم ثم بعد عصر موسى عليه السلام طبعا فترة التيه كم سنة؟ أربعين سنة أربعين سنة في ناس كثير ماتت إذن في جيل جديد جيل طلع خرج هذا الجيل كان يستحق المصر المصر وهؤلاء الذين قادهم يوشع عليه السلام اللي هو فترة موسى اللي هو في سورة الكهف في مصة سيدنا موسى لما جاوز قال لفتاه لا أبرح نعم هذا هو فتاه عليه السلام أصبح نبيا بعد ذلك فأمر الله تعالى يوشع أن يدخل ببني إسرائيل اللي هم الجيل الجديد الجيل الجديد ده اللي هو أسلم لله سبحانه وتعالى مسلم حسن نعم فدخل يوشع عليه السلام والقصة معروفة والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله تورق وتعالى لم يحبس الشمس لبشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقص الله وفتح يوشع عليه السلام ببني إسرائيل بس خلي بالحضرتكم المشاهد ينتبه عشان ما يجيش بعد كده اليهود يقولوا أنتوا بتقوله أن بني إسرائيل هم اللي دخلوا هم اللي فاتحوا هؤلاء الذين دخلوا من بني إسرائيل من الموحدين من المسلمين من بني إسرائيل ففتح يوشع عليه السلام الأرض المقدسة ثم الذين دفلوا مع يوشع عليه السلام من بني إسرائيل بعد فترة من الزمن أشركوا بالله تبارك وتعالى هؤلاء القوم اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له من نصرة بصحبة يوشع بنون عليه السلام هؤلاء ارتدوا على أدبارهم بعد فترة انتشر الشرك في بني إسرائيل وانتشرت أعبادة الأوثان والشركيات في بني إسرائيل في الأرض المقدسة نعم وهنا صلت الله تبارك وتعالى عليهم عدوا من غيرهم اللي هو بخت نصر نعم وهذا هو الفساد الأول على قول كثير من المؤرخين والمفسرين لعدنا آية سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين هذا هو الفساد الأول الذي حدث من بني إسرائيل فصلت الله تعالى عليهم بخت نصر نعم فاستباح نساءهم وقتل علماءهم وقتل خلقا كثيرا وها جرى بني إسرائيل من أرض فلسطين ومن بيت المقدس إلى أرض بابل ببلاد العراق نعم ثم بعد فترة من الزمن نعم الذين طردوا بسبب الفساد والكفر من الأرض المقدسة نعم وقتل منهم خلق كثير على يد بخت نصر ذهبوا إلى أرض بابل كما ذكرنا بعد فترة تابوا إلى الله تبارك وتعالى نعم وأرادوا أن يستردوا بيت المقدس مرة أخرى وأن يعودوا إلى الأرض المبارك نعم وهذه آيات سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إفقاروا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآيات معروفة والقصة مشهورة نعم وكان طالوت هو المختار لقيادة هذا الجيش نعم وبالفعل تحرق طالوت ببني إسرائيل وأراد أن يدخل الأرض المقدسة وبالفعل يعني يصر الله تبارك وتعالى لهم أمرهم في النهاية بعد أحداث كثيرة وقصة طويلة مذكورة في إياد سورة البقرة نعم وكان من ضمن الجيش داود داود عليه السلام داود هنا لم يكن ملك لا النبوة والملك بعد أن قتل داود جالود وآتاه الله الملك والنبوة بعد كده ملك والحكمة نعم ملك والحكمة نعم ثمانين ألف جيش المسلمين جيش بني إسرائيل اللي هو من المسلمين نعم كان حوالي ثمانين ألف الذين دخلوا الأرض المقدسة بتعداد تقريبا من كانوا في غزوة بدر فلسطين أو الأرض المقدسة عموما صراعا منذ أن خلق الله أرض ومن عليها احنا بنتكلم نحن نستخدم نتخلناش في التاريخ الإسلامي يعني الحرب متؤفش سبحان الله هي أرض مباركة وقدر الله تبارك وتعالى ذلك يعني عليها ولأنها مباركة يتصارى عليها يعني الناس لكن لا يستحق العيش في هذه الأرض مباركة إلا من آمن بالله تبارك ونبشر المشاهد الكريم بأن هذه الأرض التي جعلها الله تبارك وتعالى سكنا للأنبياء لن يجعلها تبارك وتعالى سكنا لقتلة الأنبياء نعم ثم بعد ذلك يأتي سليمان عليه السلام كما تفضلت حضرتك ولم يبني المسجد الأقصى لكن أعاد بناء وتشييد المسجد الأقصى لكن طبعا المسجد الأقصى قبل سليمان بكتير جدا لأن حدوك تفضلت بالحديث في البداية أن بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى 40 سنة وعادو سليمان ده عاد متأخر بعد ذلك فكان مرحلة سليمان إعادة تشييد للمسجد الأقصى فإحنا من نتكلم عن دخول سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم كان مسلم ولا يهودي ولا نصراني إسلام طبعا مسلم نعم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفة مسلما إذن دخلها إبراهيم عليه السلام ونحن نرث من إبراهيم هذا المراث كمسلمين هذا مراث مراث ملة مراث عقيدة مراث دين إذن دخلها إبراهيم دخلها يوشى عليه السلام وفتحها دخلها داود عليه السلام دخلها سليمان عليه السلام إذن هذه أرض للمسلمين لأننا نرث حق التاريخ للمسلمين من الناحية التاريخية بالنصوص التي لا خلاف عليها ومن ناحية الجنس العرب أول من دخلوها ثم بعد ذلك احتل الروم مدينة القدس سنة 66 قبل الميلاد نحن إلى الآن لم ندخل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام احتلها الرومان عام 66 قبل الميلاد وقبل الميلاد بعد ذلك قدر الله تبارك وتعالى أن يولد على ثرى فلسطين عيسى عليه السلام فولد عيسى عليه السلام على أرض فلسطين ويحيى كان على أرض فلسطين وعندنا حديث كثير جدا أن يحيى وعيسى عليهما السلام اجتا معا الاثنان ببني إسرائيل في بيت المقدس وفي المسجد القصر نعم ثم بعد ذلك يأتي العصر الإسلامي ويتسلم النبي عليه الصلاة والسلام المسئولية عن هذا المسجد وعن هذه المدينة وعن أرض فلسطين في رحلة الإسراء والمعارض الله أكبر نعلم أن الأنبياء جميعا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فهو إمامهم نعم خلف النبي إبراهيم أول من دخل هذه الأرض نعم خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوشع ما هو النبي نعم الذي انتصر وفتح هذه المدينة يصلي خلف النبي سليمان الذي شيد المسجد الأقصى داود الذي حارب في هذه الأرض نعم يحيى عليه السلام وعيسى يحيى عليه السلام نعم قتله اليهود عن أحسن نعم فهذا يدل على أن الحق التاريخي الأصيل للمسلمين يأتي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويتسلم المسئولية ثم بعد ذلك يفكر النبي عليه الصلاة والسلام في أن يمهد الطريق لتحرير بيت المقدس نعم والدخول إلى الأرض المباركة أرض فلسطين يعني هنا يا دكتور أن الفتح أو التمهيد لفتح بيت المقدس لم يكن فكرة سيدنا عمر بن خطاب أو بدأ من عمر وإنما كان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر عليه الصلاة والسلام يعني استكمل الخطوات التي كانت قبله في عصر النبي وعصر أبي بكر رضي الله عنه وعطاء أحسنت لما نتدبر أحوال السيرة النبوية علاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع من الهجرة يرسل رسالة إلى ملك الروم إلى هراقل في إلياء إلياء اللي هي مدينة القدس يذكره فيها ويدعوه فيها إلى الإسلام وكان هراقل في مدينة القدس أن ذلك بيحتفل بذكرى الانتصار على الفرص وفي أثناء الاحتفال يرسل له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رقل لن تدوم لكم هذه الأرض التي تحتفلون بالنصر فيها هذا في العام السابع ثم بعد ذلك في العام الثامن كانت معركة مؤتة على حدود أرض الشام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا بقيادة زيت ومجموعة من الصحابة إلى أرض مؤتة على حدود الشام ثم في العام التاسع كانت غزو التبوك أيضا في الشمال حضرتك حتركز حتلاقي إن اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام في اتجاه الشمال نعم يعني مفكرش يبعد مثلا في هذا التوقيت إلى اليمن أو إلى لا هو بدأ يركز عليه الصلاة والسلام إلى نحية الشمال وعرك عارف أن يتبوك نحية الشمال نعم فموتى في الشام أتبوك ناحية الشام ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من حجة الوداع يجاهز جيشا من قيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ويأمره أن يصل إلى الدارون من أرض فلسطين على حدود الشام المنطقة دي منطقة يعني غير معروفة بالتحديد لكن هي في أرض الشام وفي أرض فلسطين البعض بيقول أن هي حاليا في منطقة دير البلح والله أعلى وأعلم لكن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ليهدد الإمبراطورية الرومية في بلاد الشام وفي أرض فلسطين المبارك فهذا تمهيد من النبي عليه الصلاة والسلام للفتح الأعظم الذي كان على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم يموت النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل الصديق جيش أسامة رضي الله عنه ثم بعد ذلك يستكمل الصديق ما بدأه رسول الله يعني أصدق يورك الجيش أسامة في محاولة لفتح المسجد الأقصى في محاولة لتهديد الإمبراطورية الرومية في أرض فلسطين لكن لم يأمره بالتحديد أن يذهب لفتح بيت المقدس أو تحرير المسجد الأقصى هي رياب تتكلم أنه أرسله إلى الداروم من أرض فلسطين فإحنا نقول أنه هو كان يصعب أصلا على أسامة أن يحرر المسجد الأقصى أنا ذاكي إحنا لسه بنعمل محاولات ربما تقول محاولات استكشافية للمنطقة وإلا حتى في عصر الصديق لم يستطع الصديق أن يصل إلى هذه النتيجة التي وصل عليها أمر بعد ذلك بعد سنوات رضي الله عنه فهذه كانت محاولات ربما استكشافية محاولات تمهيدية كما ذكرنا لخطوة النهائية وهي تحرير بيت المقدس من أيد أرغوم الكفار ثم الصديق أرسل بعد ذلك عدة جيوش إلى أرض الشام وأرسل جيشا بالتحديد إلى فلسطين بقيادة عمر بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه دي كانت محاولة أخرى دي كانت محاولة جديدة الصديق يرسل في عهده هو مع قصة أسامة خلصة بها خلاص يرسل الصديق عمر بن العاص هو أرسل أربعة جيوش إلى بلاد الشام واسع الأربعة جيوش على بلاد الشام بالكامل جيش بقيادة عمر إلى أرض فلسطين ثم بعد ذلك يعني يتولى عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ويعني الفتح يحدث في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى ويتحرك الفاروق طبعا ويتسلم مفاتيح بيت المخبص السرد السريع ده نخلص إلى نتيجة نهائية لو هنتكلم عن الحق التاريخي ما لاش نتكلم عن العصر الإسلامي إن حنتكلم على ما قبل الإسلام أنا حتكلم عن ما قبل الميلاد نعم غبل ميلاد عيسى عليه السلام من ناحية الجنس العرب اليابوسيون أول ما دخلوا هذه الأرض المباركة فالعرب أولى به نعم ومن ناحية التاريخية الدينية الأنبياء هم الذين دخلوا هذه الأرض وفتحوها وعمروها ودعا فيها إبراهيم إلى توحيد الله تبارك وسحنا الله ونحن نرث هذا الميراث من الأنبياء نعم واليهود الذين يتحدثون عن سليمان عليه السلام لا يؤمنون بنبوة سليمان نعم ويكفرون سليمان ويحفرون عنه ساحر وكذا 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 إذن ليس لهم حق لا من الناحية الدينية نعم ولا من ناحية الجنس في هذه الأرض المباركة نعم دكتور زينحاك أشرت إلى نقطة مهمة جدا أخونا الكرام في الطيات حديثه حول أن هذه الأرض ودي بشرة أرض فلسطين الحبيبة عمرها أنبياء الليها عليهم صلى الله عليه وسلم فلن يسكنها أبدا قتلت الأنبياء المجرمين اليهود المعتدين الآن وهذه بشرة لهذا النصر وهذا التمكين الذي وعدنا إياه رب العزة سبحانه وتعالى إحنا نثق في موعود الله سبحانه وتعالى ودي نقطة مهمة جدا جدا محتاجين نغرسها في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بنصرة هذا الدين وتكفل بنصرة مسجده الأقصى وستعود هذه الأرض إلى المسلمين حتما ولا جدال في هذه النقاط حتى وإن احتمى الصهاينة بالأمريكان حتى وإن احتمى الصهاينة بالإيطال أو بالألمان حتى وإن احتمى الصهاينة بالدول الغرب كلها هذه نقطة لا جدال فيها من الكتب الجميلة وهذا ليس إعلان ولكن من باب التنقيح حتى نقرأ تاريخ نطمئن له مختصر تاريخ فلسطين والمسجد الأقصى كتاب جميل من تأليف الدكتور زين العبدين كامل أكاديمي متخص في التاريخ الإسلامي كتاب منقح تحصل فيه على معلومات قيمة فحاول أن تقتني مثل هذه الكتب حتى تثقف نفسك وتثقف أبنائك وأنا باقترح على كل أب وكل أم حاول قدر الإمكان في ظل هذه المحن أنك تجيد أولادك حضرتك تخصص وقت لهم وتكلمهم تفتح كتاب جميل مثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب الجميلة وتكلمهم عن تاريخ فلسطين عن تاريخ المسجد الأقصى عن هذه الحقب التاريخية المختلفة كيف كان سيدنا إبراهيم كيف كان سيدنا يعقوب كيف كان عهد موسى عليه السلام كيف جاء يوشع بن نون وحرر المسجد الأقصى كيف جاء داود كيف جاء سليمان مهم جدا نفهم تاريخنا صح حتى نعلمه لأبنائنا وحتى لا يزور التاريخ فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار بصحب الدكتور زين العابدين كامل فبقوا معنا